مرحبا شباب كيف كنت شاء الله بخير رجحت لكم بمقطع جديد مقطع اليوم سيكون انطباع مباشر لفصل 71 من مانجا دراجون بول سوبر انا هي اول مرة بنزل انطباع مباشر لقي شي سواء مانجا او انمي بس حاليا سأبدأ بمانجا دراجون بول وهلأ نزل فصل 71 هاي المانجا الشهرية فهذا يعني انه كل شهر بعشرين شهر او 21 شهر حسب اليوم اللي بينزل في الفصل سيكون في مقطع عن مانجا دراجون بول انطباع مباشر طيب منبدأ بالصفحه الاولى الفصل بعنوان خطيئة الهيترز بيبدأ الفصل مع ويس وعم اخبرني ما الفرق بيننا نحن المساعيين وبينك يا جوكو انا برد جوكو ليس لدي ادنى فكرة وفجأة منشوف عصاية ويس عم تهاجم ويس من ورا او هجوم الجاية لتضرب ويس فويس تلقى ايا بيتجنبها رغم انه هي جاية من ورا وبتجي على جوكو وبتصدمه بيوشه رغم انه هو شايفها وبنشوف انه جوكو صدمت فيه وعم يتقلم براسه ام بيقول له ويس هو اننا دائما في وضعية الغريزة الفائقة بينما انت لا تقدر على ذلك من جهة اخرى يعني انه ويس والمساعدين بشكل عام دائما بحالة الغريزة الفائقة ام جوكو بيقول له اجل اهلم علي اولا التحول لكي يستعمل الغريزة الفائقة جسدي لا يتفادى الهجمات من تلقاء نفسه صحيح ام بيقول له لا الموضوع مو هيك الموضوع انك انت عم تشبح الغريزة الفائقة بتحول وهنا انا عندي نظرية سابقة بس ما صح اللي اطرحه على اليوتيوب لاني ما كنتنظر على اليوتيوب واللي هي انه جوكو عم يستعمل الغريزة الفائقة كتحول وانا عندي ها امنه بينما الغريزة الفائقة ليست تحول وانما هي تقنية كالكايو كن 여ريكان انهم اللي حاطره على النظرية من قبل بس باختصار مفادة النظرية انه جوكو فيه يد موج الغريزة الفائقة مع اي تحول لانه هيين لي derecho ان شاء الله بعمل مقطع عن هاي النظرية المهم خلونا نكمل بالفصل بيقول ويس لجوكو عندما يكون قلبك هادئا سيتحرك جسدك من ترقاء نفسه مهما كانت هيئتك يعني شو ما كان التحول لانت فيه ان شاء الله طبيعي بلو سوبر سين شو ما كنت لح يتحرك جسدك ترقائيا ومنشوف هون ويس بيرفع حصيته بشكل دائري وبتصير بتحاول تهاجم ويس او بيورجيكي في التحكم فيها بالصفحة اللي بعدها ما نشوف ان لويس عم يتحكم فيها بكل بساطة وبين قرب رجله تبير فعه لفوق وبتنزل بايده انا بيقول له كوكو اذا انت تقول انه يجب عليه ايجاد طريقة لاستخدام الغريزة الفائقة بحالة العادية انا بيقول له اجل عن طريق هذا ستتفادى استنزاف لياقتك التي تضيع مع الوقت يعني ما عد تعتبره كتحول بينما هو قدرة خاصة جسدية حيكون عندك كل الوقت انا بيقول له بخصوص التحول الكامل لما بيتحول شعر الابيض اللي بيجي مع الغريزة الفائقة خليك كاخر حل لك يعني لما بيستوجب القتال انك تتخطى حدودك وبيعد جوكو بيتامل بيقول هذا سيأخذ وقتا طويلا على الاغلب بيقول لويس بخصوص هذا من الممكن ان الوقت لن يكون في صالحك انا بيقول له ها لماذا هذا يخصك ايضا يا فيجيتا انا بيجي فيجيتا وبيقول له ما الامر انا بيقول له عندما تتدرب منافسك يجب ان يكون ذاتك السابقة يعني انت الماضي اعملا بجد لتصبح اقوى من انفسكم سابقا بيقول صحيح هذا ما نفعله لنصبح اقوى كل يوم وفيجيتا بيقول نحن نتدرب يوميا لذا من الطبيعي ان نصبح اقوى اين الحكمة في الموضوع بيقول ويس اقول هذا تحسبا وفي وقت ليس ببعيد حدث شيء غريب في هذا الكون حسب كلام ويس انا بيقول كو فيجيتا اوه هل يتعلق الامر بنا لحظة هل سيظهر عدو قوي وقوبكم تحمس اعم بيقول ويس عدو لسو متاكدين تماما بيطل عن جوكو فيجيتا اشارة استفام ومنروح من انتقل لعند كوكب سيريال اللي هو الكوكب الخاص بجنرال انت على ما اظن اسمه والله اسمه صعب جدا مهم والجهاز اللي عنده بيحاكيه بيقول له الا انت عودة الى منزل العجوز بيقول له لا استطيع العودة حتى اهزم فريزة لح استنى هون لحتى يوصلني خبر من اليك اعم بيسأله هل سيكون بخير واحدة واصدة العجوز بيقول له لا تقلق استطيع مراقبته من هنا وبيقول له فهم تعينه كل يومنا اصبحت اقوى الان وهد يعني انه فعلا هو عنده عين اقوى من العين الطبيعية وهلأ صارت اقوى فمعناته فيه سر بعينه وليس مجرد شي عادي ومنروح لعند اليك وبيقول قبل الانطلاق الى الارض اذهبه الى زونه وحصله على بعض المعلومات من زونه صراحة ماني متذكر من زونه بس رايحين على الارض وقال انه علينا سؤاله عن مكان السياجين صحيح ولي هنه نقو كوفي جيتا هذا شي مهم يمكن تسأله عن السياجين بس كمان لازم تعرفوا الامور تانية برده عليه انه نحنا سجلنا كل الاسئلة التانية هم بتقول مساعدته انه عندك مش فرئزم نسأله عن المتجر اللي ببيع اشهل وجبات في الكون هم بيقول لا افعلي ما تشاين انه اسألي اي شيء تريدين او بعملي اللي بدك يا مادم انت تابع على الخطة وبينطلقه وهون مساعد اوليك بيسأله كيف نجيب السياجين للمكان اللي نحنا بتناية اللي هو قصده في جو كوفي جيتا هم بيقول له سؤال جيد كل واحد يقول له نقطة ضعف ومهما كانت خاصتهم فسوف نكتشفها ونستغلها بيسأله هل هذا كله ضروري بشان نتخلص من الجرانولا هم بيقول له من المفترض ان يكون المحارب الاقوى في الكون صحيح هم بيقول له بما انه هو اقوى محارب بالكون فاي من باب الاحتياط ايه مشوف انه قايس عم يفكر بشي هم بيسأله اوليك ما خطوك هم بيقول له ليتك سمحت لي بمقاتلته لما اجل فصل الماضي واتى الاتباع اوليك هم بيقول له اوليك ليس لدي اي شك في مدى قوتك كان بامكانك الفوز بالقتال حتى لكن اكره التفكير في اسوء الاحتمالات سيحوين دوره قد القتال بيقول له اسمع انت الفرد الوحيد من العائلة اللي فينه يتجاوز فريزا فقد استرخي الرياح تهب في طريقنا حاليا اذا جرى كل شيء بشكل جيد وسلس عندما ينتهي كل شيء القوى العظمى في هذا الكون ستكون الهيترز بعد مرور عدة اسابيع منشوف كوكب الحاكم زونو منشوف الصفحة اللي بعد انه راح يبحثوا عن اجوبة للاسئلة اللي عندن فهالشخص ما بيقبليعطيهم ولا جواب لحتى تقبلوا هاي الشخصية اما ما في غلق غير هالحل فبتقبلوا ومنشوف الحل وبيعطوهم الاجوبة منشوف الصفحة اللي بعد قوكو عم يتدرب على تفادي عصاية تويس كأنه عم يحاول يستعمل غريزة الفائقة بحالته العادية ومنشوف انه عم يتطور بشكل كبير بيحسن يوقف حصاية تويس باصبع واحد بيغير لمساره باصبع واحد وهذا الشي عظيم وبترد بالدور وبترجع له وبينط بيوقف عليها على رس اصابيعه وويس وقوكو من بهرين من اللي وصلوا ومنشوف انه تدريب جوكو وفيجيتا مستمر ومنشوف فيجيتا وقف قدام شلال ومنها الشلال نزل غصن ففيجيتا بدون لمس الغصن بس قرب عليه تفجر الغصن وهي هي قدرة الحكام منشوف انه كمان من وراه بينزل مثل غصن ثاني وكمان بيده الثاني بفجره بدون لمس كالقدرة اللي ورجعنا اياها بيروس وبالصفحة اللي بعدها منشوف انه بيروس هو اللي عم يزلط له الأخصان اللي فيجيتا لحتى يدمره ونازل تنزيل بالأخصان وفيجيتا عم يدمر واحد وراء الثاني واللي في الصفحة اللي بعدها منزله غصن عملاق يمكن من الاكبر الأشجارة الموجودة بهالعالم وفيجيتا بيمد ايده وبيطلق الطاقة اللي ان لسه ما بعرف شو اسمه بس اللي هي تقنية الحكام وبنشوف انه فيجيتا نصف مجرى الشلال كله وبيروس نزل ضربه على رأسه وقال له شوف نصفت المجرى مو المفروض هيك مفروض الغصن وليس المجرى كله نشوف الصور الاخيرة انه مركبة الهيترز على مأذن وصلت لكوكو بالأرض وبعد ان قام اويل وماكي بسؤال الزور على نقطة ضعف فيجيتا وقوكو قاما بالتوجه الى الارض يعني هلا هنه بيعرفوا نقطة ضعف فيجيتا وقوكو اللي نحنا لسه ممنعرفة الا اذا كانت الابرة والدود فاوكي بس نحنا الهلا ممنعرفة بس هنه بيعرفوه منوح الصورة اللي بعده بتطلع لنا تشي تشي من انتم بالضبط يا جماعة هل انتم اصدقاء كوكو في الحقيقة لم يسبق ان التقينا بزوجك لكن لدينا عرض لها معقول تشي تشي تش تموت هلا اوكين لسى قنات مر Durham بس علما يبدو انه لحيتم مختطاف اجيتشي وقوكو يروح ينقذه هيك لحيسحبه جوكو يعني قوكو ونفس الشي مع فيجيتا لحياخده البولمة فجوكو فيجيتا حيروحه اليجب ان تعرفوا انه لم يعد للمنزل منذ اشهر هل يمكنك استدعاءه لنا سمعنا ان جوكو لا يستطيع ان يخالف اوامر لاخرة الكون وصله لسبعة جوكو كنت اتمنى ان يعود من جديد فالنقود التي حصلنا عليها من ساتان تكادو التنفذ لذا علقوك البحث عن عمل قريبا مشاكل مالية إذن لدينا الوظيفة المثالية لزوجك منروح لكوكب بيروس ومنشوف اتصال جاي لويس من بولما هل فيجيتا وقوكو متواجدان هناك لدينا ضيوف يسألون عنهم ضيوف من يكونون لا للأسف على ما يبدو لم يطم اختطاف بولما وشي تشي وفشل التوقع من تأني صفحة طيب ومشكلة فيجيتا ضيوف من يكونون اما بتقول بولما يبدو انهما فضائيان سنان يبدو انهما يحتاجونك وما لهزيمة بعض الاشرار اما بيسأل جوكو اشرار وشي تشي بتقول اسمعي جوكو سوف يقومون بالدفع لك مقابل تخلصك من اولئك الاشرار بيسأل جوكو هل انت ايضا هناك تشي تشي سأعود على الفور بغري فيلم رعب تشي تشي و جوكو فيلم رعب قصة لا تنتهي بول فيجيتا اخبرونا اكثر عن هذا العدو الجديد تقول بولما قالوا انه ظهر فجأة وهو اقوى شخص في الكون من الصعب تصديق ان لقب الاقوى ذهب لشخص غير كما اللي هو اصدق جوكو فيجيتا فبهالحال فينا نتأكد انه بيروس لا يعتبر من الكون ممكن انه يعتبر هو حاكم الكون حرفيا فلا يشمل مع الكون لانه مية بالمية حاليا بيروس اقوى من جوكو فيجيتا و جوكو بيسأل ويس هل تظنوا انه هو الشخص الذي تحدثت عنه سمكة الوحي ام بيقول نعم قد يكون هذا الصحيح هما بعيدا ام بيقول فيجيتا لا انا بدي اقتل هالشخص لا احد يأخذ لقب الاقوى في الكون من دون كلمتي وبيقول فيجيتا لقوكو لا حاجة لك للقدم ام بيقول لقوكو لا مستحيل سأذهب ايضا الاقوى في الكون هذا يجعلني متحمسا ام بتقول بولما سوف يقوما بذلك سيستغرق الامر نصف ساعة حتى يصل لذا هل تماني عن الانتظار جانبا ام بتقول بشكل بريء هاي الشخصية اللي كانت من الهيترز هذا سينقذ ارواح العديد من الاشخاص الضعفة والمحتاجين الله البراءة ابدا انت مو من الاشرار ابدا بريئة بتقول انا متعبة قليلا هل نستطيع استخدام غرفة الاستراحة ام بتقلها انها بالاسفل الى اليمين وبيطلعوا ومينشوفوا ابتسمة الخبس وبيقول لقد سار الامر بشكل رائع يا ماكي اسمه ماكي ام بتسأل هل انا لو ممثل الوحيد في هذه العائلة حاول التماشي مع الاجواء ايضا حسنا الخطوة التالية هي وفيجيتا بيحط ايدو عضها رويس بيقول له بتكون يعني اخدكن الارض مباشرة صحيح عم بيقول له فيجتا ايلو سمح وبيقول جوكو يوه مرت مدة طويلة من زو قتال حقيقي هو بعد كل هذا التدريب من المستحيل ان اخسر ضد اي شخص سوف ترون ثمار تدريباتي جميعا عم بيروس بيقول اوي فيجيتا اخذ هازه ضحها على اذنك وعطا نفس الشي اللي هو نفسه وفيروس حاطه على ادنه ولا ضحها على اذنك انها رمز للذين يستطيعون استعمال التدمير فهذا يعني ان قوة التدمير ممنوعة استعمالها الا باذن من حكام الدمار فلازم تكون حاطت هالشي على ادنك مثل حلقة او حلقة يعني شي بتحطوه على ادنك مشان تحسين يكون عندك الاذن انك تستعمل القوة التدمير والان اذهب واثبت لهم ان تقنية حكام الدمار اقوى من تقنيات المساعدين فهو صارت حرب بين جوكو وويس وفيجيتا وبيروس وبيقول فيجيتا جيد جدا ومنشوف ابتسامة ويس وبيقول ويس اذا اوعيد هذه العلامة ايضا بيرجع ويس بيرسم العلامة الخاصة بالمساعدين على ملابس جوكو وهون منتأكد فعلا انه جوكو هيصير كالمساعدين وفيجيتا كالحكام مو اصدق انه هيصيروا حاكم دمار ومساعد لا كل واحد راحه بطريق مختلف عم يتعلم شي مختلف وصار بيناتو انت حدي لا يشوفوا مين تقنياته اقوى طبعا انا وانتم نعرف مين تقنيته اقوى بس مو مشكلة ام بيرس وبيس الويس ماذا تفعل يا ويس هل تريد المنافسة ام بيقول ويس اعتقد انك انت من بدأ المنافسة يا بيرس سما وبلشت المنافسة بين ويس وبيروس بسميا بها الصفحة ام بيقول فيجيتا لبيروس اهدأ يا بيرس سما لا املك اي نية للخسارة ضد كاكاروت ام بيقول لقوكو ستندم على هذه الكلمات بيقول ويس تنافس الكوما المفيد جيد جدا لكن الثقة المفردة تعني هلاككوما فمعنى تويس حسن يقيس قوة هداك الشخص حسب وجهة نظري بيقول قوكو ماذا هل هذا الشخص خطير لتلك الدرجة بيقول ويس لا يمكنني الكلام عن درجة خطره لانه ظهر حديثا وبيقول ويس لا يمكنني التدخل في شؤون الفانيين لكنني قد حذرتكوما والان هل ننطلق وبروحه بيقول بيروس اخيرا بعض الهدوء والسكينة حان الوقت لأحظى بنوم مريح وتقول السمكة يا الهي لقد ذهبوا ليس كأني اهتم على عيحات وبالصفحة اللي بعد بنشوف انه ماكي والشخص اللي معه عم يدوروا على مستكشف كرات دراجون بول رادار التنين وبيلاقوه وبيكتشفوا انه معدومات زونو صحيحة وبيقول للشخص اللي معه انه ما عم يطلعش هالجهاز هل ممكن انه معطل وبتقول ماكي ربما الامر كما قال زونو عن ان كرات تنين الارض تتحول الى حجار لسنة كاملة بعد استعمالها وراهن ان هذا ما حدث بيقول صحيح لكنه قال ايضا ان كرات التنين السريالية لات تتحول الى حجار عم بتقول له ماكي تماما لذلك فورا ان نجدهم سيكونون تحت تصرفنا انتبه عليهم تشيتي وبتفوتوا بتقولهم هاي انتم مع عم بتقول له ماكي نعم سيدتي ايفا يمكننا مساعدتك عم بتقول له تشيتي من الافضل ان يكون اجر هذا العمل ليس بمالكم الفضاء الفاخر لانه لا فائدة له هنا على الارض عم بتسأله هل تقبلون الدفع بذهب السماء اذا اظن انه صالح حتى على كوكبكم تشيتي بتقول ذهب نعم هذا جيد بتقول ماكي في هذه الحالة ان نحن مستعدون لدفع وزنك من ذهب السماء سيدتي وزن تشيتي تشيتي بسرع روحي كريم ام بتقول تشيتي هل حقا تعنينا ذلك اذا من الافضل ان ابدأ بتحضير نفسي الضغري والله اكتشفت رايح اتاكل ضغري بعد 30 دقيقة وصل كوكوفي جدة ويس رايح بتقول انه ما هنا ومشوف ويس راح ومشوف ماكي والشخص اللي معا عم ياكلوا انكما جوكو وفيجيتا ام بيقولوا اجل انتم اشخاص الذين يملكون مشكلة مع شخص شرير بتقول ماكي نعم ونحن نأمل انه يمكنكما تخلصنا من مشكلتنا ام بيقول فيجيتا جيد اين هو اين الاحمق الذي يدعي انه الاقوى بالكون صحيح احمق لانه جوكو الاقوى بالكون اكيد مو انت فيجيتا ام بتقول ماكي انه على كوكب بعيد قليلا من هنا لكن يمكننا اخذكما على سفينتنا ام بيقول جوكو يبدو الامر جيد تقول جيشي لا تدفع نفسك يا جوكو ان بدت الامور خطيرة اتفورا وانا اول مرة بيكتشف انه جيشي بتهتم بجوكو اكتر من المصاري لا هي بتهتم فيه بصراحة بيقول جوكو اوه ساكون بخير ليس وكأن الارض في خطر هذه المرة تقول بولما كن حذرا انت ايضا يا فيجيتا بيقول لا اعرف ما في امل حسنا هل ننطلق؟ جرانولا الشرير ذاك ينتظرنا على كوكب السيريال هون فينا نفكر بالموضوع كيف كأنه جرانولا حاقد عسيا وبدل ما جوكو وفيجيتا يحاولوا ياغدوا الفة معه صاروا يفكروا بطريقة انه هو شخص شرير بسبب الكلام اللي قالته ماكي والشخص اللي معه عنه بنشوف انه انطلقوا بالسفينة وبيشوف جوكو فيجيتا حاود سباحة على سفينة فضائية رائح بتقول ماكي يمكنكم الاستمتاع بكل مرافق السفينة بيسأل فيجيتا كم بقي من الوقت كي نصل لذلك الكوكب هم بيقول سيستغرق ذلك 18 يوم بنصدم جوكو انه هذا كتير بعيد شو وضع الاكل هون ضغري الاكل هم بيقول طباخنا يمكنه اعداد كل شي فقط اخبره بما تريدان هم جوكو هذا رائح اكيد رائح اكل جوكو بيقول ظننتوا اننا سنجدوا فقط طعام الفضاء عادي من الوذاق هم بتقول ماكي ان كنت تريدوا اي شي فرجاء لا تتردد في السؤال هم بيقول فيجيتا لديكم سفينة فاخرة جدا بالنسبة لقبيلة تم مصطوا على كوكبها من قبل مدمر عظيم وهون فيجيتا بلش يشغل مخو بتقول ماكي ذلك لانكما من سينقذنا من الطبيعي انه عدة سفينة مميزة خصيصا لكما هم بيقول فيجيتا انا ممتنى لهذا سواصل تدريبي اذا وهون منكتشف انه فيجيتا شغل مخو لجملة واحدة وبعدين وقف وبيقول جوكو اذا بشأن الطعام لنبدأ بذلك انا اتدوره شو عنه اهم شي عند جوكو الاكل وميشوف جوكو عم يأكل بشكل مو طبيعي وعم يطلب طبق اخر ورا طبق اخر وميشوف فيجيتا بنفس الوقت عم يتدرب تحت الماء لانه متل ما بترفو تحت الماء بتكون لحركة اصعب وعم يحاول يتدرب ويدرب ننتقل لكوكب سيريال وماكي بتصل بجرانولا وعلى كوكب سيريال بتقول معك ماكي اسفونا على جعلك تنتظر جرانولا هم بيقول جيد بدأ صبري ينفذ حسنا هل وجدتموه موقع فريزا؟ عم بتقول له نعم وجدناه اخيرا عم بيقول حقا اين انا مساعد للانطلاق؟ عم بتقول له المشكلة ان فريق الاستطلاع اخطأ هذه المرة لقد عرفوا انك تريد رأس فريزا عم بيسأل ماذا؟ عم بتقول ماكي لكن انا اكتشفنا ان اثنين من سفاحي فريزا قادمان الى كوكب سيريال الان عم بيقول ليه معناته هلأ صار روضح شرار مو بس حقا ضع السيا بس كمان خلوه يفكر انه هن من جيش فريزا عم بيقول اثنان من جيش فريزا قادمان اليه عم بتقول ماكي نظلون هذا ااسفونا على ذلك عم بيقول لا بأس هذا في صالح ايضا انها فرصة المثالية للرد عليهم والحصول على موقع فريزا منهم مباشرة وصفح لي بعدها ماكي واويا لها مفكرة عظيمة وبتقول له يجب ان تعرف شيئا اخر اكيد حتقول له انه من السين يبدو ان هذين الاثنين ينتميان لجنس السين المنقرة ذاك شوف الصدمع والشو بيقول ماذا؟ يبدو ان هناك بعض الناجين منهم هناك سياجين ما زالوا على قيد الحياة ذلك العرق الذي دفع السيرياليين الى الانقراض هذا ما يقولانه على كل حال لكن يمكنك تولي امرهما يا صديقي سنكون على تواصل وبيقول للشخص اللي مع ماكي تماما كما خططنا وبيقول ماكي وذلك الجزء الاخير جذب انتباهه تماما كما ظننا وبيطلع من المركب الفضائية خاصة فيه وبيطير وبيشوف حضارته الاديمة او دولته الاديمة اللي كانت خاصة بالسيرياليين اللي اتدمرت وبيقول السياجين قادمونا الى كوكبنا مرة اخرى لقد مرنا خمسون سنة لكن الانتقام سيكونوا من نصيبي اخيرا الفصل القادم في عشرين ما يعني بعد شهر كامل او تسع وعشرين يوم وبس هاي كان انطباعي لمانجا دراجون بول الفصل الوحد والسبعين بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه اكتشفنا فيه كتير اشياء وكان فصل ممتح بصراحة وبظن انه بالفصل القادم باخر الصفحات لحيكون فيه قتال اما القتال الحقيقي لحيبدأ بالفصل اللي بعد الجاي طبعا انا ما بدي يصير قتال بصراحة نفسي يكونوا اصحاب وينقلوا على الهيترز وبس هون ما نكون وصلنا لنهاية الانطباع الخاص بالفصل الوحد والسبعين من مانجا دراجون بول بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه اذا بتكون هنا ينزل تحليلات وتوقعات للفصل القادمة اكتبوا لها شيء بالتعليقات وبس لا تنسى تصلوا على النبينا محمد اللهم صلي والسلام على النبينا محمد كان معكم ناجا من قناة فيشتبلك السلام